بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتؤذر قوما ما أنزر آباداؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأدقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعرشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجري كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا فما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب النليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إذ نبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أنتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن بضر لا تغن عني شفاعتكم شيئا ولا يوقظون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمانت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي فاجعلني من المكرمين فما أنسلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم نهلكنا قبلهم من القرون يدن هم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق النزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيس العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها تذرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم نرنا حملنا ذري يدهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم لما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنضعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم لهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل يفاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوكم مبين وأن عبدوني هذا صراط مصدقين ولقد أظل منكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إس لو ها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشغر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من يدون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نشرهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنى خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خشيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا جاءتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات فالأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخان وخلق الجهان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولوه الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استضعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردتا كالذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويوم ويوم إذا لا يسأل عاذا به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنراصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ذجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين داغان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاشرات الطرف لم يطمسهن نئيس قبلهم ولا جغان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن لا يعقوت والمارجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فالجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام أمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقشورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمس هم إنسوا قبلهم ملاجآن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفر فيهما حضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافذة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونا متكين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يسدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح موضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعا وفرش مرفوعا إنا أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكارا حربا أدرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحياث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكدنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون أواباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحبيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين حلاء أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء أولا جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنسلتموه من المسن أم نحن المنسلون لو نشاء أجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نهن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فأنتم حينئذ تعظرون ونحن أقرب إليهميكم ملاك لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البشر هل ترى من فطور ثم رجع البشر كرتين يا قلب إليك البشر خاسيا وهو حسين وقد زيدنا السماء الدنيا بمشابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنا وبئس المشين إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج وسألهم خسنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلع قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما ننزل الله من شيء إن آتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أشهاب السعين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لي أشهاب السعين إن الذين يخشون ربهم بلغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أب جهروا به إنه عليم بذات السدون ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمية ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمية ما في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكين أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسغكم إن لمسك رسقه بل نجو في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سبيا على شراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والنفئدا قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله فإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تبكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين